السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمل كلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحب تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم الحب أعظم عاطفة في الدنيا كلها المهم أن يكون الحب في الحلال أن يكون الحب بتاعي بصرفه في المقام الأول لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي وأمي ولكل المسلمين على وجه الأرض فلا نحصر الحب في الشيء الحرام اللي هو متعارف عند بعض الناس أول ما تقوله كلمة حبي علاقة بين واحد وواحدة ما يعرفهاش تمام يعني واحدة أجنبية عنه إنما الحب الحقيقي فعلا هو حبنا لله عز وجل وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والصالحين في كل زمان ومكان والأم والأب والأرحام ولكل المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى فالحب أعظم عاطفة في الدنيا وأعظم سعادة وها هو أعظم حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الحب جاء الحديث في رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان هتلاقي حلاوة الإيمان وهتلاقي حلاوة الإيمان ما ليألبكم هتعيشوا حالة من الوجد والحب الحقيقي وهتشعروا بالسعادة مهما كانت أحوالكم إيه هم التالت حالة دولة ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان رقم واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ما شاء الله وكأن لسان حاله ومقاله أنا ربي بحبك وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبك وحب رسول الله أغلى عندي من حب الدنيا كلها وما فيها كما قال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقطة رفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين نعم ورب الكعبة نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الوالد والوالدة ومن الأولاد ومن الناس أجمعين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أكثر ثلاث حاجات نجد بها حلاوة الإيمان في قلوبنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما رقم اتنين وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله إن أنا أحب أخي المسلم وإن أنت تحب أختك المسلمة لا تحبيها من أجل مصلحة ولا من أجل دنيا ولا من أجل أي شيء وإنما حب لوجه الله سبحانه تعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان بل جاء عند البخاري ومسلم إن من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل دا يوم الإيامة بقى سبحان الله كم من ضمنهم ورجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك كلمة رجلان تشمل رجلان وامرأتان سبحان الله حب بعض لله رجل أحب رجلا لله وامرأة أحبت امرأة لله يكون يوم الإيامة في ظل عرش الرحمن حينما يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا غير مختونين والشمس تدنب فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل سبحان الله في هذا الوقت نكون في ظل عرش الرحمن بهذا الحب في الله بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة ودي آخر واحدة وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار حد فينا يتمنى أنه يترمي في النار طبعا لا دا احنا بنهرب من النار دا احنا يعني بنقول يا رب دا احنا بنطق النار ولو بشق طمرة دا احنا عب نعمل أي عمل صالح أولا عشان نفوز بمحبة ربنا ورضوان الله وأن احنا ننجو من النار وندخل الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فعشان كده بيقولك عشان تدوق حلوة الإيمان رقم ثلاثة أن أنت تكره أن تعود إلى الكفر كما تكره أن تقذف في النار زي ما احنا بنخاف فكذلك نكره عيازا بالله أن نخرج إلى الكفر أو أن نرتد عن الإسلام إلى غير ذلك عفان الله وإياكم يبقى ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وحلاوة الإيمان بتكون في القلب أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تاني حاجة وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وتالت حاجة وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار دا أجمل كلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحب أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته